احنا معنا هاني رمزي هنشوف الكلام بالطابق لكلامك ونرجع تاني لحل الكلام هاني طبعا في الاول يعني كل التحية مع تحية الاثنين اساطير من اساطير النادي الاهلي كابتن مصطفى عبد والكابتن محمد عامر بالنسبة لكابتن محمد عامر يمكن هرجع بذكراتي شوية الوراء لما كنت لسه في ناشئين النادي الاهلي ومن ولاد النادي الاهلي في قطاع الناشئين كلنا كنا يمكن كان زمان كان التدريب الناشئين ببقى في ستادي تيتش لنا ملعب مخصص لكن كنا دايما نخلص وخاصة لما نعرف مواعيد تدريب الفريق الاول كنا نخلص تدريباتنا وبنستنى لما نتفرج على النجوم والفريق الاول والنجوم الكتيرة جدا اللي كانوا موجودين اللي كانوا مسحى الاعلى لنا في كل المراحل فكنا بنروح نتفرج بقى على كل الكابتن الكبار كابتن مصطفى وكابتن محمد عامر وكابتن محمد الخطيب وكابتن مصطفى يونس ويعني اسماء كلها كبيرة كابتن ماهر همام طبعا فالواحد يعني ده اول معرفتي بالكابتن محمد عامر بجانب طبعا انا كنت اكيد وانا صغير قبل ما نروح النادي الاهلي كنت بتفرج على فريق النادي الاهلي فكابتن محمد عامر طبعا اسطورة كبيرة من اساطرين النادي الاهلي على المستوى الفني على مستوى كلاعب ادى كتير جدا للنادي الاهلي كمان على المستوى الشخصي لما عرفته شخصيا كان يعني على مستوى رائع أخلاقيا وسلوكيا وحتى على مستوى المهني يعني في مجال التدريب بعد ما يمكن اعتذر كرة القدم فكل التحية وسعيد أن أنا أكون جزء من حلقة يكون موجود فيها الكابتن حمد عامل تقريبا بداية يعني بداية 2011 نهاية 2010 توليت المسئولية لمنتخب المنتخب الإلومبي وكنا دايما بنعمل سرش وبنتفرج على المباريات وكمان من خلال المباريات يعني كمان بنسأل للمداربين بنسأل رؤساء قطاع النشئين في الأندية كلها فكنت موجود في النادي المؤولين واتكلمت وكان كابتن محمد كان موجود واتكلم معي قال لي بص أنا عندي لعيب كنبلة يعني قال لي عندي لعيب أكتر من رائع اسمه محمد صلاح وأعتقد كمان ده ممكن يفيدك في الفترة اللي جاية محمد صلاح كمان كان تحت السين كان صغير يعني احنا كنا بندور على موليد 89 محمد صلاح كان أصغر من كده هو وحجازي فبصراحة الكابتن محمد عامر شوالي على محمد صلاح قال لي عندي لعيب هايل بيلعب لعيب أشوال سريع جدا عنده مهارات فنية عالية وكمان على المستوى الشخصي لعيب عنده وعنده طموح وعنده بيشان كبير جدا فهو اللي رشاحه فعلا لي اندمامه للمنتخب المتخب الأولومبي بجانب طبعا كان وجود كمان محمد صلاح مع الكابتن ديوه السيد في منتخب الشباب طبعا كابتن محمد عامر كابتن كبير باتمناله التوفيق على المستوى الشخصي يعني أخ كبير لي وفي حاجات كتيرة جدا كان بيبقى هو كمان سوپورت لي لما كنت بمر هاتب بعض المشاكل في موضوع التدريب لك كان بيسوپورت ومؤمن جا بي جدا على مستوى التدريبي كان بيشجعني بشكل كبير على المستوى الشخص بتمناله دوام الصحة والسعادة على المستوى المهني مزيد من التقلق إن شاء الله وزي ما بقول يعني كابتن محمد عامر أسطورة من أسطر النادي الأهلي وأنا طبعا يشرفني ويساعدني أن أكون جزء صغير في حلقة مع اثنين أسطير كبار جدا على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى مصري كابتن مصطفى عبد وكابتن محمد عامر عسولي الهاني يعني كلامه مطابق لكلام اللي انت قلت بالضبط هاني طبعا يعني من الناس اللي فعلا اشتغل على نفسهم في الاحتراف الخارجي وأنا بعتز به جدا كلعيب كان لعيب كبير في النادي الأهلي وعلى المستوى الاحترافي كان حاجة جميلة جدا شرف مصر كلها هو وحمد حسن يعني في مشامرهم الأفريقي وعلى المستوى المهني برضو كمان قبل ما يخش في موضوع الإعلام كان مدرب من مدربين الكرسيين لا وهو كمان المسيرة الاحترافية بتاعته كان ملتزم جدا لا ما أنا بقول لحضورك وعمل حاجة بصراحة عشان كده أنا بقول لهاني انت من الناس اللي كنت ملتزمين ومن حسابك احنا في حلقة معاك هنا لانت لك محطات كتيرة جدا في الكرة المصرية سواء وانت بتلعب او سواء انت مدرب يعني احنا في فرصة ان أنا يعني مش وجودي معاك هنا احنا بنسرد تاريخ احنا عاوزين الناس تستفيد من الحلقات دي يعني استفادة كويسة جدا واعتقد ان هاني رمزي عنده ما يفيد به اللعيبة اللي موجودة النهاردة اذا كان لعيب على وش احتراف ولا لعيب بحيروح فرقة كبيرة ازاي يتعلم الالتزام من هذه اللعيبة